موسيقى أينما كنتم أهلاً بكم إلى التفاصيل الوضعية الجوية المرتقبة اليوم الغد بإذن الله إذن خلال الصباحة بحول الأجواء ستبقى مستقرة الصافية عموماً على المناطق الشمالية تبقى بعض الصحابة العابرة ولكن بدون فعالية بنسبة لها السواحل حتى على الأقصى الجنوب الجزائري وشمال الصحراء في حين تبقى الصافية تماماً على باقي مدن الجنوب الكبير مع تسجيل لتطير الرمال على وسط الصحراء على منطقة أدرار أيضاً ومدن الواحد بنسبة لها الظاهرة نفس الوضعية الجوية على المناطق الشمالية الوسطى والغربية لكن السماء ملبدة تماماً وغائمة على المدن الشرقية من البلاد السواحل حتى على مرتفعة الأوراس ومناطق الهضابة العلية الوسطى حتى بمرتفعة الهوغار وتصل إلى أقصى الجنوب الجزائري أجواء تبقى صافية تماماً على الشمال الصحراء مدن الواحد وسط الصحراء والجنوب الغربي بالنسبة إذن لحالة أو درجات الحرارة المسجلة خلال صباحات يوم الغد ستصل إلى 20 درجة بالعاصمة على بومردستيباز البليد 22 درجة بجي جلسكي دعلا بجاية على عناب الطرف والقالة 21 بقسنطين أصطيف برج بوري ريج على سوق هراسة أيضاً وأمن بوقيت 19 درجة بوهران عينتي موشند على مستغانم سجل 18 درجة بتلمسان تيار تلبي يضع لنعامة معسكر 22 بالنجلفة المدية وتزيوز 33 درجة بعين صالح مسجل 28 درجة على منطقة تيندوف 33 بأضرار وعين صالح 32 درجة على برج بجي مختار 29 درجة بأقصى الجنوب الجزائري على منطقة عين قزام بالنسبة للظاهرة درجات الحرارة في المساء درجات الحرارة القصوى مرتفعة وعن معنى المعدل الفصلي خاصة على المدن الداخلية حيث تصل إلى 34 و36 درجة على المناطق الداخلية الوسطى والشرقية إلى 38 درجة على المدن الداخلية الغربية 28 درجة بوهران ومستغانم مسجل 130 درجة بتمنرس 46 درجة بمنطقة عين قزام 47 ببرج بجي مختار 49 درجة كأعلى مقياس وهذا على منطقة عين صالح على أضرار وربجان أيضا 39 درجة بتندف 45 بمنطقة بشار بالنسبة لحالة البحر إذن سيكون البحر مستقر عموما على طول الشريطة الساحلية الرياح رح تكون مختلفة الاتجاهات أما عن سرعة الرياح فلن تتعدل 20 كم في الساعة على ساوحل الشرقية في حين تترحل بين 10 و15 كم في الساعة على ساوحل الوسطى والغربية كالعادة نختم نشر الجوية بالمعلومات الفلاكية وقت شروق وغرب الشمس اليوم الغد الأربعاء التساوي العشرين من شهر جوان 2022 نشكركم على كرمي صائي والمتابعة إلى اللقاء